الوقود الأخضر يدخل سلة صادرات الجزائر من المحروقات ضمن تحول جدري يمهد لتصدير الهيدروجان نحو أوروبا انطلاقاً من الجزائر بإعلان إين الإيطالية العملاقة تنازل عن جزء من حصتها في شركة تسيير الأنبوب النقل الغاز الجزائري عبر الأراضي التونسية في صفقة قدرت قيمتها بنحو نصف مليار دولار العقد المبرمع مواطنتها سنام يستهدف عبرها عملاق الطاقة الإيطالي توفير موارد مالية إضافية لتخطية نفقات الانتقال الطاقوي الذي تنشده أكبر شركة غازية في جنوب أوروبا بالتأسيس لكيان جديد تحت مسمى نيوكو يكلف بتسيير المنشأ الغازية مع تكيف خدماته بنقل الوقود الجديد مسعى مهادت له مجموعة سنطراكا الجزائرية وإين الإيطالية بهدف تحويل شمال إفريقيا لمركز نقليمي لإنتاج الوقود الأخضر لتكون بذلك الجزائر أول دولة تشرع في دراسة إمكانيات تصدير الهيدروجان عبر خطوط أنبيبها العابرة لأوروبا تحول استراتيجي ورائد يستند على تعويض ربع صادرات الغاز نحو إيطاليا بالوقود الجديد ضمن مساعي أكبر شركة اقتصادية في إفريقيا لتسريع وطيرة انتقالها الطاقوي بإطلاق شراكة استراتيجية بين سنطراك وإين الإيطالية تتضمن تقييبا مشترك لجدوى إنتاج الوقود الحيوي الهيدروجان والطاقات المتجددة